السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء دوما بهذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح لنا ولكم فيه ابواب الخير وابواب تيسير وان يحقق لنا ولكم الرجاء ويبلغنا وياكم المقصود موضوعنا لحلقة هذا اليوم سأتوا وياكم عن شروط جواز الخطبة وهذا في اطار هذه السلسلة التي نقمها هذه الايام حول الخطوبة وحول حفلات القران والزواج التي غالبا ما تكون في السنة النبوية الشريفة تكون في شهر شوال اعتاد اهل الايمان واهل اليقيم انهم بعد صيام رمضان الاكرم وبعد صيام الست من شوال يفتحون ابواب الخطبة وابواب عقود القران والبناء والاعراس والحفلات في حلقات سابقة بينا بان الخطوبة هي ليست زواجا وانما هي وعد بالزواج وتحدثنا عن العلاقة بين الخاطب والمخطوب والمشاكل التي قد تعترض طريقهما سواء منها المادية او النفسية او الفكرية كل هذا لكي نتفادى الوصول الى الباب المسدود نريد ان تستمر هذه القافلة لتنتقل من الخطوبة الى عقد القران الى البناء الى الزفاف الميمون الى تكوين اسرى مستقرة حديثنا عن شروط جوازي الخطبة وهذا يقتضي منا ان تحدث بان الخطوبة لكي تكون صالحة لابد ان تكون المرأة التي يريد ان يخطبها الانسان فيها موصفات القبول لانه لاك موانع موانع تمنع الانسان من ان يخطب امرأة لفياصيات معينة اولها قد تكون هذه المرأة مطلقة المرأة المطلقة هل يجوز خطبتها ام لا الى كانت مطلقة طلاقا بائلا اي لعم يجوز خطبتها ولكن الى كانت مطلقة طلاقا رجعيا الطلاق الرجعي المرأة تكون طلقة اما مرة واحدة او مرتين لان الطلاق تلات مرة في المرة الثالثة كتكون ساعة محرمة ولا تحل لزوجها الا بعد ان ينكيها زوجه اخر ففي هذه الحالة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي ما تزال في فترة العدة هذه لا يجوز التقدم اليها بالخطوبة لماذا؟ لان المطلقة طلاقا رجعيا زواجها لا زال قائما لان ممكن في اي لحظة تعود العلاقة بينها وبين زوجها في اي لحظة الطلاق الرجعي هو الذي ممكن ان يتجاوز المطلق والمطلقة غضبهما ويعيد الكرة مرة اخرى ويصير زوجين كما قام لا دام في فترة العدة فترة العدة هي 14 وعشرين فالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز خطبتها كذلك قد تكون المرأة توفي عنها زوجها مرأة متوفى عنها زوجها وإن تزال في فترة العدة ايضا لا يجوز التقدم لها بالخطوبة لان الله سبحانه وتعالى جعل الأمر فيه نوع للحساسية الزائدة إلا إذا كان عن طريق التعريض التعريض يعني غير بالإشارة لسى التصريح التصريح للمرأة المتوفى عنها زوجها هي بازال حزينة وأهلها أولياء الميت لازالوا حزينين ثم يجي آخر ويتقدم لها بالخطبة هذا نوع من المس بكرمته ومشاعر ولا يليق لهذا المرأة المتوفى عن زوجها في فترة العدة لا يجوز أن نتقدم لها بالخطبة ولكن إذا كان بالتعريض التعريض يعني إشارة بشكل خفي وهذا هذا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم كان مرأة معروفة اسمها سوكيلة توفي عنها زوجها فتقدم لها أحد أهل البيت لهم معروفين بالكرامة وبالعلم وبالتقى وعرض لها ما لجا يعزها هي الله مثلها الزوج ديالها وجهه وكي عزي وكي قل لها إنك تعلمين قرابة من رسول الله وقرابة من سيد العلي ابن أبي طالب كرم الله وجهه وموضع من العرب هذه عبارة ما يقصد بها يعني بعد أن تمر عدتك ستقدم إليك بالخطبة فهذه المرأة قتلها غفر الله لك يا فلان إنك رجل يؤخذ عنك الحديث فلماذا تقول هكذا قال إنما أخبرتك بقرابة من رسول الله هذا المقصود فقا قالوا بأنه التزم التعريض الخفي البريء الذي ليس فيه تصريح التصريح هو فيه ملع وفيه له خصوصا إذا كان أمام الملع وإذا كان أمام العائلة لأن الميت يشعر بأن كرامته تجرح هناك أخر في الخطبة الممنوعة وهي أنه لا يجوز أن يخطب المرأة وقد خطبها شخص آخر مرهي مخطوبة أصلا ثم يأتي آخر ويتقدم لخطبتها يرغب فيها هذا مبلوع لأن الدين الإسلامي دين يحرص على أن تظل علاقات الاجتماعية بين المسلمين طيبة وحسنة وترعى فيها مشاعر الأخوة والمودة والمحبة فإذا خطبت المرأة لرجل عيش حالة للانتظار لكي يعقد عقد قراد طبعا الخطوبة كما قلنا ليست زواجا وإنما هي وعد بالزواج فالحل لشخص آخر أن يدخل على الخط ويطلب منها الزواج أو يطلبه من ولي أمرها لا دامت الخطمة الأولى قائمة لماذا؟ لأن هدفه نوع من الإضرار بالآخرين وإداية لمشاعر وأحسيس الآخرين هاتش كله ممكن دخله في حقوق الإنسان حقوق الإنسان الشريعة الإسلامية كانت سباقة لمبادئ حقوق الإنسان ليس كما هي الآن في المواثق الدولية بل هي أكثر من ذلك وأوسع من ذلك والذي وضع هذه الحقوق هو الباري عز وجل فانظروا إلى هذه الأخلاقيات والسلوكات وهي كثير جدا أشار إليها الفقهاء والمحدثون منذ زمن ومنذر إليها يرى بأن الإسلام كان صباقا لإقرار أدق التفاصيل لمبادئ حقوق الإنسان فالمرأة إذا كانت مخطوبة وحضر آخر يريد خطبتها هدفه إلحاق للضرر بالإنسان الخاطب الأول وإداية لمشاعره وأحاسيسه ولا ينبغي أن يظهر ينبغي التاني أن يختفي لأنه قد يغري المرأة قد يكلم هاتفيا أو قد يظهر في محلات تتزوج فيها فتقع المرأة تحت إغراء الخطيب التاني أو تفتتن به فتتر إلى أن تفسخ الخطب الأولى وتعود ترجع عن الخطيب التاني وربما مغد ديوان وهذا واقع كثير ياما هناك الفتيات كجاء خطيب ذوي الصدق ذوي المعقول ولكن كيظهر له في الصورة خطيب آخر كي يبدو وسيم وأذيق عليه مظاهر مظاهر الحضراء والحدثاء فيكلمها عن بعد فيتفتن به ويغريها ومن تم تخلق مشكل مع خطيب الأول وتفسخ الخطوب معه وتتمنى هذا التاني أن يحضر ولا يحضر فتضيع الأمران معا والنبي صلى الله عليه وسلم حضر من ذلك وقال المؤمن أخو المؤمن لا يحل له أن يبتع على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر هذه قاعدة عامة في البيع والشراء إذا كانوا حد كي يبيع ويشتري خلي تكمل بيع الشراء ديالو وإلا ستكون قد وقعتا في نوع من الاستياء كذلك في الخطوبة لا ينبغي أن يقع خاطب خاطب ثم تأتي خلفه هذا يوقع دائما فيه نوع من الضرر حتى يذر لكن إذا تركها الخاطب الأول هذا أمر جائز إلى الخاطب الأول ربما بدت له أن الأمور غير سليمة وهو الذي فسخ الخطوبة وانصرف فله هو ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأدن له الخاطب أو يأدن له لأولك قل أنا أدمت لك أنا صاف رفعت يدي أنت لك أن تتقدم وإذن الساعة هذا السوق فيها طلب وعرض والأمر لا بد في وحد النظام وعدم المس بكرامة الإنسان إذا قدر الله تعالى أن المرأة هي التي رفضت الزوج الخاطب الأول هي رفضته أنا داك يجوز للخاطب الثاني أن يتقدم لحطبتها ولكن من الفقه يقول لك ينبغي أن ينتظر مدة من الزمن مشي تركها الليلة وغدا صباحا يأتي الخاطب الأول يتقدم لها يقول لك من الأدب ومن الكياسة أن ينتظر مدة من الزمن أيام معينة مراعاة لشعور الخاطب الأول في بعض الأحيان قد يأتي الخطاب دفعة واحدة ما كيش هذا الأول ودفعة واحدة والمرأة لم تعطي كلمتها بعد هنا كيسموه الفقهة بالمفاضلة والاختيار بين عدد من الخطاب فنتصور ذلك أن الفتاة فتاة جميلة بنت عائلة كريمة وكتبا ضر مكنونا والناس يرغبون في التقدم إليها فقد يأتون في وقت واحد أكثر من خاطب هنا تقول لفقهاء ولي أمرها له أن يختار أفضلهم دينا أفضلهم دينا وأحسنهم سيرة وهي أيضا لها أن تنظر إلى من هو أقرب إلى قلبها وهذا يوقع كثير في الحياة المعاصرة قد لقى الفتاة يجيها أكثر من خاطب فولي أمرها قد يرشدها وهي لها أن تختار الأفضل وفي الغالب الأفضل هي لا تدركه هي تنظر فقط إلى الصورة لكن ولي الأمر قد يكون عنده معرفا وإدراك للسلوك العام وممكن أن يطلع على التفاصيل وممكن أن داك أن يختار الذي هو مناسب لها وقع هذا في أهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة بنت قبيس هذه واحد صحابية كانت فيها صفات حسنة جمال ودين وعائلة فتقدم لها رجلا كان الأول هو معاوية ابن أبي سفيان والتاني هو أبو جهم فاحتارت فذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم دائما الاستشارة استشارة عباد الله الصالحين هذه مطلوبة جدا هي في ذلك العهد استشارت استشارت خير خلق الله سيدنا رسول الله فمدى كذا الجواب قال لها أنا لا أرى لك لا هذا ولدك بجوجهم لا يصبحاني لك قال كيف ذلك قال أما معاوية فهو رجل شديد الفقر لا ملا ما عندهش المال وغد يعول عليك هي مرادات مال وأما أبو جهم فرجل ضرب كثير الضرب غضوب وبسرعة يغضب ويضرب تسبقه يده قال لها الصفة الأولى الأول ما عنده مال وكيطمع في مال الآخرين والتاني في صفة أنه أنه غضوب وتسبقه يده وانت من تعائلة محترمة ولك إلا إلا سمعتني أرغبك في آخر قال لها أرى أسامة بن زيد أسامة بن زيد لهو كان من الإماء كان عبد من العبيد ولكن النبي الكريم كان يعلم خلقه وتدينه الصادق قال لها إلا كان لابد هذا أحسن لك من هؤلاء لكنها كرهت فالنبي الكريم قال لها لو أخذت برأيه لن تندمي طاعة لله وطاعة لرسوله خير لك فسمعت هذا الكلام ورضيت فاطمة بن تقبيس بأسامة رضي الله عنه وتزوجت به وفعلا اكتشفت أن فيه أخلاق عظيمة في تدين صادق واغتبطت به في الزوج أحيانا قد نصادف في الخطوبة ما يسمى بالشفعة الشفعة هو أنه واحد الإنسان هو غير مرغوب فيه ما فيه صفات الزوج الصالح لكنه يستقدم معه شيء واحد من الصلحة لكي لكي يقوم بعملية الشفعة فهذه تسمى الشفعة السلبية هو عنده عيوب ربما قد يكون مخمر ربما قد يكون صاحب صوابق فيستحب معه شيء راجل من الصلحة من أهل تقوى أو شيء واحد من أهل الجاه والنفود كي يبهي معه نهار كي يخطب كي يقول له يالله معين بجد له مبيضات وتقدمت للول فكي يتقدم في الأمام الراجل الصالح أو الراجل صاحب الجاه والنفود والناس عائد للخطيبة كي يشعرون بنوع من الحرج هذا وسيط صعب جدا أن نرده فيقبلون يقبلون بهذا الخطيم ثم ينصرف الشفيع ويبقى هذاك الأخر هذه شفاعة كتسبة سلبية لأن فيها إضرار أحيانا بالعائلة لكن الشفاعة الإيجابية هي أن الإسان إذا استأنس من هذا الشاب أنه صالح وأنه ممكن أن يعف نفسه ويكون عنده مستقبل حسن هذا فيه أجر وتواب أنك تشفع للآخرين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع بين إثلين في اللكاح هذا أفضل الشفاعة جوجة الناس بغير زوجه كتدخل وسيط بينهما وكتحول مأم كنزيل لهذا وكتخيط بخيط بيض وبالتالي كتوقع الزواج وهذا وقع حتى في أهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمنا خنيجة رضي الله عنها قبل أن يكرم الله نبيه بالنبوة فأرسلت إليه إمرأة فاطنة تجيد الكلام إمرأة تعرفها بالكلام الحلو والفطنة العقلية وحزن التصرف ومشات عند النبي الكريم بكسع قبل النبوة ترغبه في الزواج من السيدة خنيجة قتله يا محمد أنت شاب وفي مقتبل عمر ودعا إلى ما يمنعك من الزواج فقال لها أنا حاليا ما عندي ما أتزوج به قتله قد إذا كان المال قد كفيت ذلك لقد دعيت إلى المال والجمال والشرف وحد المرأة جمع فيها الله تعالى كل الحسان المال والجمال والشرف فشفعت لأمنا السيدة خديجة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذه كتسمى الشفعة الإيجابية كتشوف الإنسان أنه صادق أنه صالح أنه ممكن يكون عنده مستقبل ظاهر فكتدخل من أجل تحسين الظروف وتلميع الصورة لكن إذا كان الشخص فيه سوء مدمن مخدرات إنسان ربما فيه فسق وفشور سيظلم المرأة ثم أنت تزينه للآخرين وكي يبقى من بعد كيدفعل فاتورة صعب كتسمى هذه الشفاعة السلبية هذا الفقه قالوا لا بد أن يكون هناك الاستشارة ما خاب من استشار الإنسان لا بد أنه يستشير الناس من اللي يشك وحد الشخص يطرق بابك ويطلب إبلتك أو أختك فلا بد من التحقق والتدقيق في التعرف على هذا الشخص نسأل عن أهله عن مكان عمله عن سلوكه العام بين أصدقائه هذا ليس فيه عيب بالعكس لا بد أن يكون السؤال وكذلك الرجول يسأل عن المرأة يسأل عن أهلها وعن سلوكها وعن علاقاتها مع جيرانها هذا كله الاستشارة مهمة والتحقق والتعرف كله مطلوب جدا حتى يكون الإنسان على بينا ويسأل من يستوطق له لأن هناك التغرير قد يغرر بالإنسان وهو لا يدري وهذا فيه الصيانة للمرأة وحفاظا لحعوقها وطبعا لسوله سؤال عن بعض الشباب وهو بغض الخطبة لا بد أن يجيب بالكلام الحسن ليس أنه لا يغير الحقيقة وأيضا لا يسئ ما دام يا ربي أن اللي حسن أكثر من الاستشارة هناك الاستخارة الاستشارة تكون بين البشر لكن الاستخارة تكون بين يدي رب البشر ربنا سبحانه وتعالى شرع علىنا الاستخارة في الزواج الإنساني لم يغير زوج وصعيب جدا أنه ياخذ القرار هذا القرار سيبلى عليه حياتك المستقبلية إذا كان قرار لاجح وكان قرار فامح وكان قرار موفق ستكون طول عمرك سعيدا وسوف تكون إضافة لوعية في بلاء المجتمع أسرة صالحة مصلحة لكن إذا كان هذا القرار خاطئ ستدفع التأمان غالي وستكون الفطورة باهضة وقتل قد تعطر لتعطر في الخطوب ثم الزواج القامش وهدك وكيوق عليه الكسار حياته كتصير عذاب وأعرف أعداد كبيرة من الشباب للأسف لم يكن اختيارهم موفقا ولم يفهموا حقيقة هذه الحلقة الأولى وبالتالي خاب ظنهم وحياتهم صارت كلها معالات هنا لا بد من الاستخار في الخطبة بغرض الزواج نستخير المولى عز وجل وإذا استخرناه فإن الله تعالى يبارك وقد كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء والرجال عند الزواج بأن يقوموا بالاستخار كان سيد جابر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخار في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن كما يقول لهم إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفيضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يذكر هذا الأمر زواجه بفلان أو زواج فلان بفلان اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيثما كان ثم مرضيلي به طبعا لي قام بالاستخار ربك لن يخدعك الله تعالى يعلم يعلم المآل ويعلم المستقبل ربنا ليس عنده زمان ماضي وحاضر ومستقبل ربنا يرى الوقت كله في وقت واحد كأنه صفحة واحدة بين يديه الكريمتين ومن ثم إذا استخرت بالله وكنت صادقا فإن الله سوف ينبهك إليك نتزوج في خير ربنا عز وجل يفسح لك الأبواب وربنا عز وجل يمهي لك الأسباب وترى علامات ذلك بالقبول في القلوب والنفوس وتسير القفلة إذا كان هذا الزواج ربما قد يكون فيه أضرار وفيه أخطار الحق عز وجل يضع لك الموانع في أول الطريق وقد شعر بأن القلوب مغلقة وأن الأمور تسير في اتجاه المعاكس وتعلم أن الله تليق لك عد من حيث أتيت هذا الجواب الإلهي إما أن يكون عبارة عن رؤى منامية كذلك يشوفوا رؤية منامية يرى هل هذا الأمر حق أم لا فإذا رأى منامية جميلة فيها خيرات فيها نعيم فيها وجوه حسن يعلم بأن هذا الخطبة وهذا الزواجره مبارك عليه أن يمضي ويسير في طريقه إذا قدر الله تعالى كان لسى فيه خير سيرى في المنام رؤى مخيفة مزعجة مقلقة وأنا ذك يعلم أنه لا خير له في ذلك من كان متعجلاً ولم يرى أي رؤية له أن يستعمل طريقة وضعها بعض الصلحاء وهو أنه يفتح القرآن الكريم على أي صفحة ويضع أسبوعه على الآية فإذا كانت آية فيها بشارة ربنا يتحدث فيها عن الجنة وعن نعيمها معنى هذا أن الاستخارة في الاتجاه الصحيح إذا وضع يده ربما على صفحة في آية معينة ووجد بأن الآية فيها وعيد أو عذاب أو تحذير أو إخبار عن أهل النار فعليه أن يتراجع هي أساليب كثيرة ومتعددة ولكن المهم ما دمت قد استخرت المولى ربنا سوف يختار لك الأفضل ونسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يديم الأفراح والمصرات على كل الشبابنا والشباتنا فالموسم الذي نحن الآن بصدده سيكون موسم الصيف وهو موسم الأعراس وموسم الحفلات وقد مر في بلادنا كما وفي العالم بأسره سنتان من زمن الكورونا كانت فيه هذه العلاقة الزوجية والخطوبة والزفاف كان محدود على نطاق ضيق الآن وقد وقع الانفراج والناس يشعرون بالفرح ويشعرون بالسرور ولهم أن يعبروا على ذلك هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شعائر الدين الإسلامي أن يكون هناك زواج وأن يكون هناك خطوبة وأن يكون هناك زفاف وأن تكون هناك أفراح وأن تكون هناك مسرات ونبدأها من هذا الشهر شهر شوال الذي فيه البركة ربنا وعد بالبركة لكل من تقدم في شوال إما بخطوبة وإما بعقد قران وإما ببناء وإما بزفاف الميمون أسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم جميعا الأفراح والمسرات وكل رمضان وكل شوال وأنتم على ألف ألف خير نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ز nauseا إِلْقَزِي uma لمقرانج' cake إلي скажем شكرا